خلال اجتماعات عقدتها لجان مجلس النواب اليوم أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 كما ناقشت عدة لجان عددا من القضايا نجملها في هذا التقرير إقرار عدد من مواد مشاريع قوانين وتباحث في عدد من القضايا ودعوات بتغليض عقوبات وفرض رقابة على عدة جهات ومؤسسات كلها مواضيع تمت مناقشتها خلال اجتماعات متفرقة اليوم لعدد من اللجان النيابية لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية أقرت خلال اجتماعها عددا من مواد مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 والمعاد من مجلس النواب بعد مناقشة الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون وبين رئيس اللجنة علي الخلايل أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات النقاشية إلى حين إقرار باقي مواد المشروع اللجنة النيابية المشتركة اليوم واصلت كذلك مناقشتها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017 بحضور سمو الأمير مرعد بن راعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وعدد من المعنيين وذوي الاختصاص وبين رئيس اللجنة مصطفى الخصون السعي الدؤوب لإيجاد قانون عصري يكفل حصول هذه الفئة على كامل حقوقها ومؤكدا على أن اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات تمهيدا لإقرار هذا القانون لجنة الشباب والرياضة النيابية بدورها دعت خلال اجتماع أعضائها اليوم إلى تغليض العقوبات على متعاطي المخدرات والعمل بكل قوة للحد من انتشارها وأشاد رئيس اللجنة النائب محمد هديب بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة كتلة العمل الديمقراطي النيابية كذلك كانت حاضرة اليوم بلقائها وزير الصناعة والتجارة يعرب لغدا في دار مجلس النواب وناقش الحاضرون عددا من القضايا والمواضيع التي تمس المواطنين وعلى رأسها التلاعب في الأسعار وضرورة توجيه دعم المواد التموينية إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة